الانتخابات أصلاً بتعتبر هنا هي أساس الديمقراطية حسب التعريف وحسب الفعل طبعاً ما فيش حاجة كاملة كل حاجة بتبقى عايزة تحسن سواءً الانتخابات أو الديمقراطية الوظيفة دي بتبقى بيكون الشخص اللي بيأخذها عنده نشاط سياسي ودي بتبقى هي بتبقى لها ما هي كمان يعني طبعاً بس هي بتبقى حاجة أكتر شرفياً يعني هي حاجة عنده نشاط سياسي يعني بينتمي لحزب معي بينتمي لحزب معي طبعاً أنا عارف طبعاً أن حضرتك بتنتمي للحزب الجمهوري هل حضرتك هم هنا ما بيشوفوش أن ده ممكن يشكل شكل من أشكال التحيوز حضرتك رئيس اللجنة العليا اللي انتخابات كلها اللي بيشارك فيها الحزبين الديمقراطي والجمهوري المساعد بتاعي لازم يكون من الحزب الديمقراطي يعني يعني النمبر ون أنا من الحزب الجمهوري النمبر تو النمبر اتنين من الحزب الديمقراطي فبيبقى فيه بوازن وبعدين إحنا اللي اتنين بنحلف يمين إنه نشاطنا السياسي مش هيأثر على العمل مش هيأثر على العمل وفعلاً خلوقهم تصوموا ثلاثة أيام أو حاجة ولي ما تمنىها كتير بتحسي حضرتك بالصراع ده جوك طبعاً طبعاً بس يعني باخد الوظيفة بطريقة جدية لأنه ده شرف كبير وبعدين أنا يعني أعتقد أني أول مصرية وأول مسلمة تاخد وظيفة زي دي يعني سايح أنا في نيوجيرزي بس في أمريكا كلها ما حصلش في كل الولايات إن واحدة مصرية من أصل مصري أو مسلمة خدت نعم ما حصلش فطبعاً شرف كبير فلازم يعني تكوني أدو وتثبت أن أنت كمصرية أو كمسلمة قدرة على أنت تقوم بمهمة صعبة بالزبط وهي مش صعبة يعني لازم الواحد يفرمل نفسه في الوقت المناسب ويعمل الحاجة المصبوب وهم حضرتك المرة دي الرئيسة من الحزب الجمهوري اللي هي حضرتك والنائب ديمقراطي المرة الجاية بيكون بالتبادل يعني لازم المرة الجاية لا حسب حسب اللي بيحكم المحافظ اللي بيحكم من الولاية لأنه هو اللي بيعين فإذا المحافظ من الحزب الجمهوري بيبقى المسؤول من الحزب الجمهوري أستاذ الشليم حقيقة عملك بقى في اللجنة العليا انتخابة دورها إيه إنتوا إيه دوركو في العملية الانتخابية وبتبدأوا من إمتى العمل إحنا بنجهز أولاً التسجيل بتاع الناخبين وبعدين بنقسمهم وبنقول لهم فين اللجنة اللي هما حيروحوا ينتخبوا فيها بنجهز اللجنة بنبرمج الماكينات اللي هي بتاعت الانتخابات بالكمبيوتر وبعدين بنجيب النتائج بنحللها بنفرزها يعني من أولها لأخير النهاردة اللجنة المشرفة أنا دلوقتي أولاً بتفتح إمتى اللجين وبتقفل إمتى وإنتوا بيكون دوركو إيه على مدار اليوم وبعد إغلاق الصناديق أو انتهاء عملية التصويتة نعرف طبعاً إلكتروني فما فيش صناديق طبعاً فيه اتجاه إن كل حد عايز يخلي كل حاجة تبقى إلكترونية إنما أثبته إن الماكينات اللي هي بنستعمالها وشغالة بالكمبيوتر إلكترونيك ممكن اللعب فيها ففيه اتجاه إن إحنا نرجع للألم والورقة تانية اتجاه إن أنتوا يعني تستغنوا عن التصويت الإلكتروني وترجعوا تاني للورقة والألم فيه ناس بيتكلموا في الحكاية دي لأنه فعلاً خوفاً من إن محاولات التدخل إلكترونياً قرصانة لأنه زي مخادتك عارف أكيد التدخل الإلكتروني بيحصل في حسابتك في البنك بيحصل في كل حاجة داخل فيها الكمبيوتر ممكن تتلعب فيها فيه ناس عايشين عشان يبوزوا الأماكن اللي حيتحط فيها الماكينات دي بتختروها بناءً علي؟ أغلبياتها بتبقى في المدارس يعني معرفش مين اللي قرر كده قبل كده بس يعني يجوز من ناحية مادية أرخص حتى هو حقيقة أنتو بتدفعه مقابل في اليوم ده؟ بندفعه يعني اللجنة العالية؟ عشان نستعمل عشان نستعمل المكان اللي حيبقى فيه لجنة نتخاب زي إيجار مثلاً في اليوم بعد ما بتتنقل مكانة الانتخابات للمقر المقر اللي فيه عملية التصويت بيكون فيه أفراد من اللجنة العالية للانتخابات موجودين متواجدين فيها مكان التصويت عشان زي ما حكي قلت يتأكدوا من العمل دي بيكون دورهم إيه تاني؟ والأفراد دول هل هم متطوعين ولا أشخاص بيعملوا بأجر؟ لا خمسة